بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لشرح منهج المساحة هنتكلم المرة دي على حاجة منسميها الترافيرس او المضلعات واول حاجة في المضلعات هناخد نوعيات المضلعات انا عندي نوعين من المضلعات نوع زي ده بيسمى الوبين ترافيرس او المضلع المفتوح بابتدي من نقطة ايه اروح لبيه ومن بيه لسيه سيه دي وهكذا ونهيت على نقطة تانية خالص اسماجي عشان كده بنسمي دوت الوبين ترافيرس اللي هو الوبين ترافيرس يبدأ من نقطة معلومة وينتهي عند نقطة اخرى معلومة طيب فيه نوعية تانية من الاضلاع او من المضلعات زي A B C D E A ده بنسميه الكلوز ترافيرس ليه لان انا ابتدت من نقطة معلومة ولفت وقفلت على نفس النقطة تانية فده بنسميه الكلوز ترافيرس يبقى انا عندي نوعين من المضلعات هو نوع الOpen Traverse ونوع يسمى Close Traverse كل نوع من هذه الأنواع لها الشروط الهندسية الواجب توفرها فيه هو ده اللي احنا هنتعلمه وهنعرف ازاي ننفذ او ازاي نجبر هذه المضلعات انها تحقق لي Geometrical Conditions الخاصة بيها او الشروط الهندسية الواجب توفرها في المضلعات